عادت مجدداً مفردة الاغتيال في بغداد وعادت معها خشية حرب الكواتم هكذا أعلنت مصادر أمنية اغتيال مواطن أمريكي في العاصمة يدعى ستيفن ترول والذي كان يعمل مدرساً للغة الإنجليزية ويقيم في البلاد منذ عامين بأسلحة كاتمة إذن تشهد الكرادة فصلاً جديداً لضربة جديدة في خسرة الاستقرار وحماية المقيمين على الأرض العراقية عادت المخاوف مجدداً من موقف دولي حازم إزاء الداخل العراقي بالرغم من أنه ليس جديداً على واشنطن مقتل مواطنين لها في العراق وهو ما يفتح باب المخاوف على عودة الاغتيالات التي تستهدف على وجه القصوص البعثات الدبلوماسية والشخصيات والأفراد والنشطاء ومن يتواجدون في نوافذ الرأي والصحافة بما يعتبر تحدياً بارزاً أمام الحكومة وهي التي بدورها وعلى اللسان رئيس وزرائها طالبت بفتح تحقيق فوري لحادثة مقتل المواطن الأمريكي الحادثة تذكر واقع العراق بما يتعلق بانتشار السلاح المنفلت وميليشيات خارجة على القانون إذ أن تقارير محلية ودولية تؤكد وجود نحو ثمانية ملايين قطعة السلاح نهيك عن تكرار حوادث الاغتيال والخطف والاستهداف لعراقيين وأجانب وهي القضية الأكثر إعاقة لجهود بسط سيادة القانون وهيبة الدولة منذ نحو عشرين عاماً في البلاد مراقبون اعتبروا أن الحادثة يمكن أن تكون بداية لحكومة السوداني في محاولة انتزاع نفوذ السلاح المنفلت واحتكار كل وسائل العنف للدولة التي صارت حلماً يطارده العراقيون في شمالهم وجنوبهم صغارهم وكبارهم